السلام عليكم يا شباب. ده الجزء التاليك من حل المتاحين الميت تهم السنة اللي فاتت. وده عبارة عن احنا كنا قفنا لقاية السؤال التراتاشر. ده السؤال الرقم اه اربعتاشر. بيبتدي فيه الجزء بتاعنا. تعالى نشوف مع بعض الاسئلة اللي موجودة فيه. سؤال الرقم اربعتاشر بيبتلك. طبعا الميركنتاليزم والفيزوكراتس والكلاسيك سيري دول كانوا موجودين في المحاضرة الرابعة بارت سري. محاضرة الرابعة كانت سري بارت بارت وان و بارت تو كانوا عملي بارت سري ده جزء نظري. لكنه على الفكرة هو محسوب على الجزء البراكتيكال يعني محاضرة من واحد الاربع ده في جزء البراكتيكال بيبتلك. اكوردنج تو ميركنتاليزم وفقا ليه الميركنتاليزم دكترين اللي هما التجاريين. اي وقت هما فعلا الميركنتاليزم كانوا بايده ان الحكومة تستخدم الميركنتاليزم عشان ياخدوا المعدن السمينة زي وتحديدا الجولد والسيلفر لو رجعت المحاضرة الرابعة بارت سري هتلاقي ان الميركنتاليزم دول كانوا بلون الدولة عليها ان تستخدم القوى العسكرية عشان تحصل على الدهب والفضة بتاعت الدول التانية. في المستعمرات. الهو الدول اللي بيحتحتل لها. وتدي اعنات حكومية طبعا جملة دي جملة صح مليون في المية. الميركنتاليزم كانوا بيحاول يعملوا ان يكون في فائد في في وان يكون يزودوا وايقللوا وان الحكومة تستحوز على البريشياش ميتلز زي الجولد والسيلفر باستخدام المليتري فورس. طبعا جملة رقم 14 دي جملة صح مليون في المية وارجع للمحاضرة الرابعة بارت سري. الرقم وخمستاشر برضو بتتكلم على نفس البارت محاضرة رابعة بارت سري. اكوردنج تو ميركنتاليزم وفق للتجاريين. تدخل الحكومة. مطلوب. عشان نقلل من صدرات المواد الخام. فعلا الميركنتاليزم كانوا بيقولوا ما تصدريش يا حكومة المواد الخام. صدري المنتجات النهائية بس. لكن الروم ماتيريالز لا ما تصدرهاش. اعملها علشان تتصنع المادة الخام جوه البلد. وما تستوردوكش مواد منتجات نهائية. فعلا ما نستوردش منتجات نهائية على اساس انه هو انك انت ان ايبقى في صناعة محلية يحصل اكتفاه زيدي. اللي هو بالنسوف تريد. العشان يبقى فيه يعني فيه سير بلس في بالنسوف تريد. الجملة دي جملة صحة من اليوم في المادات. تفكير الميركنتاليزم ان والجوورمينت تسكرج اكسبورتو فرو ماتيريالز والجوورمينت تسكرج ايبقى of final products will government try to achieve surplus of favorable balance of trade balance of payment 15 دي جملة صحة مليون في المية جملة 16 دي كلم على الفيزوكرات الفيزوكرات دول كانوا شايفين القطاع الوحيد المنتج هو القطاع الزراعي أما أي قطاع تاني زي القطاع مثلا التجاري أو قطاع أي قطاع آخر القطاع الصناعي مثلا industrial sector يعتبر sterile يعني يعتبر غير منتجان according to физوكرات no contraction contraction هي مفروض no contradiction هي contradiction no contradiction ما فيش تعارض between society benefits and individual benefits ما فيش تعارض بين المصلحة ما بين المنافع المجتمع منافع الفرد مصلحة المجتمع الغدلاتي الجملة دي جملة صحة فعلا وفقا ليهم ما فيش تعارض ما بين منفعة الفرد وما بين منفعة المجتمع الغدلات صح أيضا أيضا agriculture sector is sterile sector لا هنا غلبها الاجريكالشاة sector هو only productive sector sterile ده غير منتج لا ده القطاع الوحيد المنتج والقطاع الزراعي فالجملة دي جملة غلط عشان التكمالة بتاعتها التكمالة بتاعتها دي جملة مش مزبوطة بالمرة ودي لو رجعت ليه البيدي اف بتاع بارت سري المحاضرة الرابعة هتلاقي صفحة التمانية هتلاقي بولك انه اللي هما الاندستريال والكوميرشال القطاع الزراعي وقطاع التجاري اما الاجتريال دي اعتبر productive sector فالجملة 16 غلط عشان نهاية الجملة الجملة 17 بيقولك according to physicists وفق اللي الفيزوكرات اللي هما الطبعيين اللي هما lesis fair lesis basier principle هما هما اللي حطوا الفيزوكرات هما اللي حطوا lesis fair lesis basier principle is formulated and shaped physicists economic policies بيشكلوا السياسات الاقتصادية للفيزوكرات that excluded any government rule in the economy اجعل جملة اخيرها غلط الفيزوكرات ما استبعدوش ان يكون للحكومة دور في النشاط الاخصادي غلط الفيزوكرات قالك لا احنا محتاجين ان يكون في دور للحكومة ولو رجعت سلايد رقم 8 قالك احنا محتاجين ان الحكومة يكون لها دور دور في ايه ان هي تعمل الاربع حاجات اللي هما الطبعية اللي هوا الدفنس وان الحكومة يكون لها دور اكسكلود any government rule لا ده ليها دور في الدفنس ليها دور في السكيريتي لها البوليس ليها دور في الجست وليها دور في المنافع العامة الخدمات العامة وكمان الحكومة يكون لها دور في انها تعمل حماية وتوفر حماية ل وانها تدعم الحرية بتاعته فالجملة دي جملة غلط عشان exclude any government rule لا هم قالوا ان يكون لها دور بس صحيحة دور محدود بس لها دور انما exclude any government rule لا دي جملة دي كده بيتغلط حنص 17 غلط عشان الجزء الأخير طبعا قال لك جملة دي غلط 18 according to the classical theory اللي هو تالت نظرية موجودة في part 3 في المحاضرة الرابعة part 3 classical theory لو فتحت صفحة 14 في part 3 في part 3 في المحاضرة الرابعة classic اللي هتلاقي الجزء ده موجود فيه صفحة 14 the free market system is able to achieve general equilibrium add full employment لغا دلوقتي الجملة دي جملة صح فعلا classic قالوا ان free market system يعني من غير تدخل without government intervention من غير تدخل الحكومة able to achieve general equilibrium يدر حيات توزن العام add full employment هيكون فيه توزف كامل but the government intervention لكن تدخل الحكومة is required لا غلط هم قالوا government intervention is not required مش مطلوب to prevent any distortion in the economy and satisfy public goods لا هو فكرة هم قالوا satisfaction public goods بسألك we don't need government intervention we don't need government intervention is required لا is not required to prevent any distortion عشان نمنع أي تشاوه لو قالك لو فيه تشاوه الماركت هيحل الموضوع ده بشكل automatically يعني يعني وزاو government intervention ما تدخليش حكومة عشان تشيل التشاوهات في الماركت ما فيش تشاوه فيه خلص فالجملة غلط عشان كلمة but the government intervention is required الكلاسيك قالوا لا is not required we don't need government intervention فجملة 18 دي جملة جملة دي دي جملة غلط جملة 18 دي جملة غلط اوكي thank you هنكمل باية الأجزاء بعد كده ان شاء الله في الفيديوهات التالية